السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتنا أحبابنا إن شاء الله أرىكم بخير معكم سيد في قناة تربية الحسون والكناري بالنسبة للناس اللي قد لي أهضر شوية بوضوح ما أنا عارف أسكوه من خارج الجزائر يعني ناضر بلغة العربية الفصحة أنا نحاول نهضر يعني تكون شوية مفهومة مية عربية فصحة نوماني سرح ناضر بها ووضعنا اليوم ومعنا علامات جوزية الذكرة ناس اللي يبعثوني بوخوتي نحن قلنا مراحل الحسون هما خمسة مرحلة إعادة الهدم والبنية وهي مرحلة غيار الريش مرحلة التجهيز ومرحلة التحفيز مرحلة وقاية والتنقياء ومرحلة تزوج مرحلة التحفيز تقدر تخدمه مع بعضهم ومرحلة التحفيز وقاية والتنقياء تقدر تخدمه مع بعضهم بالصح لازم تفوتها نعم نعم هناك علامات جوزية الذكرة ما أقول علامات جوزية الذكرة يخرج من غيار الريش ويدخلنا يغني بصوت خاف نقول لها فرواء يعني صوته يكون ضعيف هذه علامات جوزية أو في طريق الوجادة يعني ذاهب للجوزية ثانية كي يبدأ كما نقول له كلاسي لكولارتاع تبدأ حمار الحمورية قاوية الكحولية تقوى يعني الهفار تقوى الصفورية تقوى يعني تبدأ لكولارتاع تطيري ثلاثة ثلاثة تقوى ثلاثة تقوى ثلاثة تقوى كاجي لا يمكن أن تقول لك كاجي تقابل له اي فوما لاي كاجي قدري كاجي كل يوم قدري بعد 4 يام كاجي مهم كاجا كاجي يخدمها سوى واحدة ولا مع فوما هذو ثلاثة علامات يبينو لك باللي المال رهو في طريق الجوزية وتعرف باللي رك في طريق صحيح أما بالنسبة العلامات الجوزية الثكر التامة يعني تلقى صوته قوي يعني تغريد قوي ثلاثة ما نشرا ناظر على المنقار يصبح أبيض أو وردي لا ما نشرا ناظر على العلامة بين بيسكوة الثكر يجهز بلا محتانة روزي كي روزي يعني يفريطة بالأخرى ثلاثة تلقى كيشوف اللافو مال يغنى ليها يكاشر ليها يحبها يدير واحد الليمانيار حتى انه جاهز ثلاثة مام هو يحكم القطن يفتو كذا وكذا وكذا الأمورات أربعة يعني كيت حطوا اللافو مال وتبوزي يكوبلها هنا راهو جاهز سون برسون أما إذا ما طلعش يعني يقولوا مش مش جاهز سون برسون راهو مهوش محفز يعني خايف اللافو مال تاعة أمور مثل هذه كيفاش نتعاملوا مع هذ الحالة إذا الذكر تاعي اللافو مال تبوزي هو ما يطلعش أول شيء نحير اللافو مال ما يشوف هاش يسمحها فقط ثنين نعطيه المحفزات ملاك